موسيقى البداية من أيام كنت طالب تدت فعلا أمارس الحاجات دي زيارتي للمتاحف والمعارض والحاجات من دي جذبتني التعليم اللي تعلمت في الكلية والدقة دي برضو أكسبتني مهارة في تعاملي فيما بعد بالخامات اللي احنا بنقول عليها ملهاش لازمة لأ خلقت منها حاجات لها لازمة فحاجات الهندمت دي أصبحت في صميم عملي وفي مجال عملي الفني أيام الكلية والحاجات دي كان على بسيط أوي أما بعد التخرج ابتدت أمارسها في أجازاتي لكن الشغل الأكبر والكمية الكبيرة من العمل كانت بعد خروج من معاش كان عندي وقت أكتر في ناس كتير قوي بيجي لها اكتئاب أول ما تطلع عن معاش ما بتعرفش تعمل حاجة لأن الحمد لله اتغارس فينا مجموعة من الهوايات وإحنا في الكلية وطلع دي قدرت تستفيد منها فيما بعد ما فيش مجال ما ترقنهوش بالنسبة لجوز الهند عملت منه حاجة كتير قوي عملت منه مسكات عملت منه قوعية عملت منه بونيرة عملت منه كرادين عملت القشة في الصغيرة بتاعته منه عقود يعني ما سبتش حتها في جوز الهند إلا لما استغلتها استغلها الكواس جدا عملت مسكات بجوز الهند نطر جوز الهند لنتقل مثلا للعضم عملت عقود بالعضم عملت دليات عملت أباجرات عملت لوحات وعضم الخرفان وعضم الأرانب وعضم البقر ده بالنسبة للمجال العضم بالنسبة للمجال الأش عملت لوحات بالأش وكانت موضة زمان خدت مني صبر جمد لأنه محتاجة دقة جمدة جدا خلصت الأش دخلت في الفحم عملت بعض لوحات فحمة مش كتيرة ولكن انتقلت منها إلى الأربسك عملت الأربسك عملت شمعدنات عملت وحدات صغيرة استخدمتها في عمل العقود حاجة من دي خلصنا من الحماية دي من الصدف الأصدف دي بقى موال كبير قوي لأن أنا غوي غطس ومية وبحر فابتديت أخذ الصدف وأطوره واستفيد منه في عمل لوحات فنية جميلة جدا مش بس اللوحات فعقود جردنات حاجات على الرقبة وحاجات المودلة فابتديت أعمل في مجال الصدف حاجات كتيرة جدا في مجال الخشب والخارط عملت شمعدنات وعملت أربسك وحاجات من دي مفيش خامة بصراحة ما اشتغلتش فيها أنا كنت لأخذ صونة الستات القديمة اللي ملاش لازمة اللي بتترمي وأخذ أصايص الجلد أعمل منها حزمة أعمل منها أزهار ورد وحاجات من دي كل الحاجات اللي هي ملاش لازمة على طول كنت بستخدمها للأسف احنا نحتاج معارض ومعارض كبيرة جدا وإنتاجنا ده لازم يتصدر بره يريد فعلا يبقى فيه دعم لو فيه دعم للأعمال اليدوية دهيت لكل الصناعة دهيت منتجاتنا حتنتشر وحتروحها لمستوى العالم لكل بلاد العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر